هذا وقد رحب مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمخرجة قمة دول جوار السودان بالقاهرة مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدافة القمة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان وأكدت الحكومة السودانية حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب مؤكدة في الوقت ذات استعدادها لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت قوة الدعم السريع كما أكدت التزامها ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقوض البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين وثمنت الحكومة السودانية مواقف دول الجوار الداعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وكذلك مسعى المملكة العربية السعودية المتواصل من خلال من برج الدواء وكذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانين